بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نكمل في محاضرة هذا اليوم الكلام عن الحديث الصحيح ووصلنا عند بيان المراد بقولهم هذا حديث صحيح أو هذا حديث غير صحيح المراد بقولهم هذا حديث صحيح أن الشروط الخمسة السابقة التي ذكرناها في المحاضرة السابقة قد تحققت فيه لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة والمراد بقولهم هذا حديث غير صحيح أي أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة التي ذكرناها إما كلها أو بعضها لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز إصابة من هو كثير الخطأ ويأتي هنا أيضاً سؤال آخر وهو هل يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً المختار عند أهل العلم أنه لا يجزم بذلك لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً لأن تفاوت مراتب الصحة لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة فالأولى الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقاً رغم ذلك فقد نقل عن بعض العلماء القول في أصح الأسانيد والظاهر أن كل إمام رجح ما قوي عنده بأنه أصح الأسانيد فمن تلك الأقوال أن أصحها الزهري عن سالم عن أبيه هذا قيل فيه أنه أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه وهو عبد الله بن عمر روي ذلك عن إسحاق بن راهوية وعن الإمام أحمد أيضاً قيل ابن سيرين عن عبيدة عن علي روي ذلك عن ابن المديني والفلاس وأيضاً قيل الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود روي ذلك عن ابن معين أيضاً مما قيل فيه أصح الأسانيد الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه علي روي ذلك عن أبي بكر بن أبي شيبة وقيل أيضاً في أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر روي ذلك عن البخاري وتسمى هذه السلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر بسلسلة الذهب من الموضوعات التي تتعلق بالصحيح أيضاً من هو أول من صنف في الصحيح المجرد أول مصنف في الصحيح المجرد هو صحيح البخاري ثم صحيح الإمام مسلم وهما أصح الكتب بعد القرآن وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد وذلك لأن أحاديث البخاري أشدوا اتصالاً وأوثقوا رجالاً ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكمية ما ليس في صحيح مسلم هذا مع كون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم إنما هو باعتبار المجموع الكلي للأحاديث وإلا فقد يوجد بعض الأحاديث فيه مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري وقيل عند البعض إن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري والصواب هو القول الأول وأيضاً هنا سؤال جديد وسؤال آخر وهو هل استوعبا أي البخاري ومسلم الأحاديث الصحيحة أو التزماه والجواب على ذلك أن البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما ولا التزماه فقد قال البخاري ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحالي الطول وقال مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا إنما وضعت ما أجمع عليه بناء على هذا الاعتراف أو هذا القول من الإمام البخاري ومسلم هناك سؤال آخر هل فاتهما شيء كثير أو قليل من الصحيح؟ الجواب على ذلك قال الحافظ ابن الأخرم لم يفتهما إلا القليل وهذا القول أنكر عليه والصحيح أنه فاتهما شيء كثير فقد نقل عن البخاري أنه قال وما تركت من الصحاح أكثر وأيضا قال أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح طيب كم عدد الأحاديث في كل منهما؟ في البخاري جملة ما فيه سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثا بالمكررة وبحذف المكررة منها عددها أربعة آلاف أما مسلم جملة ما فيه إثنى عشر ألفا بالمكررة وبحذف المكررة نحو أربعة آلاف هذا عدد الأحاديث في البخاري ومسلم إذن أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلما قالوا علماء نجدها في الكتب المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة وسنن الدار قطني والبيهقي وغيرها لكن لا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب بل لا بد من النص على صحته إلا في كتاب من شرط الاقتصار على إخراج الصحيح كصحيح ابن خزيمة وسنتكلم الآن عن مستدرك الحاكم وعن صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان حيث أنهم شرطوا الاقتصار على إخراج الصحيح ونبدأ بمستدرك الحاكم فنقول عنه هو كتاب ضخم من كتب الحديث ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يخرجاها كما ذكر الأحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شرط واحد منهما معبرا عنها بأنها صحيحة الإسناد وربما ذكر بعض الأحاديث التي لم تصح لكنه نبه عليها وهو متساهل في التصحيح فينبغي أن يتتبع ويحكم على أحاديثه بما يليق بحالها ولقد تتبعه الذهب وحكم على أكثر أحاديثه بما يليق بحالها ولا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية الكتاب الثاني صحيح ابن حبان وهذا الكتاب له ترتيب مخترع فليس مرتبا على الأبواب ولا على المسانيد ولهذا أسماه التقاسيم والأنواع والكشف عن الحديث من كتابه هذا عسر جدا وقد رتبه بعض المتأخرين وهو الأمير ابن بلبان رتبه على الأبواب ومصنفه أي ابن حبان متساهل في الحكم على الحديث بالصحة لكنه أقل تساهلا من الحاكم الكتاب الثالث صحيح ابن خزيمة وهو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه حتى أنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم